السلام عليكم الاخوان حياكم الله معكم اخ ديركم علي باريش دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية وهي قضية مقدسة عن الشعب المغرب العظيم هذه الخوط واحد المجموعة للتسريبات الصوتية جمعتها لكم وبقتكم تصمتو لها بتماعون وتعرفوا المغزى والهدف ديالها هاد عناصر فوليزاري اشكي غورو سمعوا تسريبات اخوتي الصوتية ديال المناصرين ديال البوليزاريو المناصرين وحدين من فراقشية البوليزاريو ماشي مع المغرب ولا مع ضد البوليزاريو لا مع البوليزاريو اش كي يقولوا كي يعترفوا على انه قيادات البوليزاريو من اللي كيبغيوا الخدمة يعني يقرأوا حسيبة كما كنقولوا بالدرجة المغربية في شي واحد منهم اش كي يديرو لي كي يعطيوا السلاح كي يعطيوا ديك اللبسة ديال البارة بمعنى انه عسكري في الجيش دياله كي يقولوا لي سير دخل القتال سير دخل القتال سير تحارب سير حارب العدو المغرب كيدفعوه في شي سيارة روبعية الدفع كي يجي هو جهة المناطق العازلة اش كي يديرو لي كي يرسلو لي واحدين اخرين يقتلوه كي يجيوا كي يقتلوه كي يصفوه وكي ياخدو الجيش ديال وكي رجعو على المخيمة تندوف وكي يديرو لي واحد العازل على انه قتلوه المغربة انه كي قتلو العدو على حسب تعبيرهم قتلوه المغربة وما را قتلوه غير هما هما وكاينين واحدين اش كي يديرو قاع واحد قيادة في البوليزاريو عجباته شمراء مزوجة بوليداتها ولكن عجباته تكون بوليداته ولا مش بوليداتها مو يمع عجباته الراجل دياله الزوج دياله اش كي يديرو لي كي يدخلوه للحرب كي يدخلوه للحرب وكي يرسلو لي واحدين يتبعوه ويقتلوه ملا كي يقتلوه كي يجيو عند الزوجة دياله يقول اراجل راح استجهد راحوا مات راحوا قتلوه يعدو قتلوه المغاربة كي يعود مساكن يبكو يزقو راح قتلوه كي تزدك الحقد عن المغاربة وما ما قتلوه المغاربة هو قتلوه قيادة في البوليزاريو قتلوه بشي تهنى منه وكي يجي عند الزوجة دياله وكي ناريوهات خلاق قيادات البوليزاريو على رأسهم ابراهيم غالي كيرسل واحد من المحتجزين في مخيمة تندوف يرسلو الجيش يتقاتل كي يجيوه كيدخل عند الزوجة دياله أنا سمعوه تشيخوتي حياكم الله ويحي الشعب المغرب العظيم خلي عني ابراهيم غالي قايدكم قايدكم جلاد قايدكم مجرم قايدكم زاني قايدكم ملحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شوف يا ندي يمشوك في المخابرات يا قار في النهاية أنت ليدفعوك سمنهم ونفسهم على أنك خدمتهم ومنتعد ما خدمتهم ما يخسر عليكش ويمشوك في الجيش تخبط المغاربة في الجيش ويمشو وراك واحدين من الهلمان يقمزوهم وقليك عنهم يكتلوك هاي العملية فلان يخصوا ما يرجع منها يقولوا هاي العملية اليوم هي التي تعدى القطاع الفارسية فلان وفلان وفلان يخصوا ما يرجعوا ويمشاوا لهم كل مكلفين بها اثنين والثلاثة من الهلمان يحاذوه ويتموا معاه ما يبعدوا منه إلينا إلينا يتقدم يعودوا وراء أهل هاي منه يخبطوه بعمارة ويكتلوه يلحسب الشهيد ينقال إنه الشهيد الله يا حمد الشهيد الله ياشعى القبر وروضه ملغياته شندع السلام عليكم إنه لله وإنه يرجع يا أخوتي ذلك بعد قلب يدمس الملين لله وإنه يرجع إلي أصابتكم مصيبة قولوا لله وإنه يرجع أي شغلة البوليذاري معروفة لها من يوم قامت ما يجد حد يعدل هالشي صالح ولا يجد حد يخدمها أتلق بهذا النوع من التصرفات اللي يتعدل هو نفسه هذا الموضوع اللي ما أتروح عنه نفس الموضوع يجب أن العالم مشاوه في مهمة تحرك المظاهرات أيام جي البعثة بعثة تقصي الحقائق الأممية للمنطقة ومشات وحركت ذيك المظاهرات اللي ذيكية وفي النهاية عقبوا الجبهة كلفت واحدين فنبيا يشاكموها المقاربة وشاكموها شاكمتها من التوحيدار ومقارية جيمي وذلك أصحابهم وتوبوا دخلت الحدث دخلت الحدث ووقع لها ووقع لها ووقع لها وما ركت بحالة هذي اللي بها دراكت ومتبهي لها دراكت لو كانت ما خدمت الجبهة ولا قد يعني ما فنيتها خدمت البوليزاري وما يخلق لها قاعدة كامل ما يخلق لها دا كامل وما يقالوا يتقيم للمخيم ومخيم قاعدة قاعدة ووتر للهوك الموريتان باش هما يخلطوا ذيك الوتر فيها هانا ربما هما جوا غلبة وجوا غيسر ويقولوا يا رو ما تشيه يخباطها لعدو هاي ما تلات هذي الافكار خلوها عندكم هاي المده اللي سايقتنا كون يهدينا ويديها ما هي باقي الاستخلال نظريك الستين عندهم يكملوا إجاراتهم في الفيزا مرحبوا وسلم ما تكملوا أنا بيتي طيارة لي قطروا هاي عايتي ولات الرديل من المطار وباش سراح هاي تريجوا هم اللي موريتان انواك شوطة الجزيرة ويتحمل مسؤوليتهم كامل من الكبير لحرب الى ساريره وهي القومة اللي قاموا ذاك ما هي قومة كبيرة راي بسيطة وقاموا كل ناس الثانية كليت تحمل مسؤوليته ما هي باقي نقول ويرو نظريك اللهم اني قد بلغت اللهم اني قد بلغت وذاك اللي يوقع راه اللي يوقع أنا ماني موفاني نصرحك موفاني نارضح ووفاني نكذب أنا مناظر مخلص تحت مدارة الجبلة الشابية على الساق الحمراء وده ولا حق ونشاول ما يسواوا نطعت الفيزة تحت جوالات أما الإجلاك أنا مغلطي حد وعرفت عن الإجلاك ما شل بالدقة يغل الجوالات الرئيس ده ولده والدخلات وده ياسم الأمور ووزيرات وزارة وصفارات ده وياسري من أقرباهم وخليه يباعت مئة وخمسين ويستيل فيزا هذو الجوالات وورا الجوالات أما الإجلاك الطبي عرفت حقيقته وشفت وراقي بعين من مناظر كبير في الصفر الصحرائي ونحاك يسحاب ليجلاك أمني بالوثائق نظريك نعرف عن جامرة بحلقته جامرة بحشيشيتهم بايحنا يقضوها بايحنا يشرطوها أخيركم هاي الجامرة فصلوا معها أنا جاني لحد الساعة بالخير ووهلي جاني بالخير نحن نعرف عنها لالخيام القبار لا نعرف عن الخيام القصيفين ولا أي شيء حد غالب نظريك اللهم أني قرأت بلغت ومرحبا بكم وستهلا موسيقى 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 اشتركوا في القناة